وإلى الخبر حيث يلتحق بنا من هناك مراسل الإخبارية طارق المزهود مرحبا بك طارق معنا على نشرة التاسعة كيف تسير الإجراءات الاحترازية لديكم وما هو أو كيف هو التزام المواطن المقيم أهلا محمد وأهلا بجميع متابعي الإخبارية من الخبر وتحديدا من طريق الكورنيش أحد أهم الطرق الموجودة في المحافظة وفي المملكة بشكل عام أولا نتحدث محمد عن أن الالتزام وقت حضر التجول تام جدا من المواطنين ومن المقيمين وهذا يدل على الوعي الكبير لدى المجتمع هنا هذا فيما يخص وقت حضر التجول أما خارج وقت حضر التجول محمد فهناك البعض لا زال يمارس التجول بين الأحياء وفي الكورنيش وعلما بأن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أن الخروج في خارج وقت منع التجول يكون للضرورة القصوى الأمر الآخر محمد قبل قليل كانت هنا بلدية محافظة الخبر قامت بتعقيم وتطهير الطرق والشوارع في أنحاء المحافظة كذلك قامت بجولات ميدانية شملت محال المخالفة وغيرها وأعلنت عن 25 أو 26 محل مخالف ما بين مطاعم وصالونات نسائية وغيرها الأمر الأخير محمد تعلم ويعلم المشاهد الكريم أن سلاحنا في القضاء على فيروس كورونا هو البقاء في المنزل وكذلك عدم التجمع والابتعاد عن أي تجمع سواء عائلي أو غير ذلك هو سلاحنا في الانتصار على فيروس كورونا بإذن الله